اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في العقرب موجود في منزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة وحكينا ان تأثير القمر لما يكون موجود في العقرب علينا كلنا في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا منحب بشدة او منكره بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن انه ننفجر في من حولنا تحت وطع الضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التعمين قراءة رواية بوليسية مثلا او مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزاوية الاولى اللي رح تتشكل خلال هذا النهار اول زاوية رح تكون زاوية تثليت ايجابية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش واي بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم من يعملون في مجالات ذات صلة بالفن بالديكور بالتجميل اما الزاوية التي تليها هي زاوية تزديس برضو ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 12 و14 دقيقة بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغيير المطلوب بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر الزاوية رح تكون هي زاوية تزديس برضو ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة وحدة وسبع دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني مثل عمل انساني وبتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للقمر موجود بالعقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم عشرة اربعة يعني بمعنى انه بكرة ولكن انه بعد حلقة الغد يعني بكرة ان شاء الله في حلقة الغد رح نحكي عن عن خلو المسار رح يكون خلو المسار هذا في تمام الساعة سبعة واربعة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية واربعة وثلاثين دقيقة مساءا يعني تقريبا ساعة لا ينتقل بعدها القمر لا القوس اذا القوس ما زالوا تعبنين كمان اليوم هاد وبكرة ببلشوا يشعروا بالتحسن مجرد ما القمر انتقل لعندهم اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان انتبلش انحصار البدر 16 يوم في تمام الساعة خمسة واربعة واربعين دقيقة مساءا بصير عمر القمر 17 يوم نسبة الاضاءة 92% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربعة المزاج منتحس القمر في العقرب حتى مساء 10 أربعة المزاج سعيد وعطارد في الحوت حتى 11 أربعة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى 13 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمسة بعدين مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى 23-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25-4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وطبعا منعيد ومنزيد على نفس المعلومة أنا لما بحكي الأبراج بحكي الأبراج للبرج والطالع فكل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه هسا فيه اشخاص بتسمع برجها لحاله فبدو لك التوقعات مش مزبوطة لانه لو سمع طالعه بلاقي التوقعات صارت مزبوطة فيه اشخاص بنطبق عليهم البرج والطالع متساويات بنفس الليفل فعشان هيك بيكون البرج والطالع بنطبق عليهم فيه ناس مرات بيزبط عليهم البرج ومرات بيزبط عليهم الطالع هادولا بدهم يسمعوا الاثنين ويحتاطوا من المشترك ما بين الاثنين على اساس انه يشوفوا ايش اللي بتتوافق معاهم في اشخاص بقولك احنا ما بنعرف شو البيوت في صندوق الوصف تحت في عبارات مكتوبة انه الابراج اليومية بتنزل في ساعة كذا 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 وبعدين مكتوب كلمة المزيد او مور اكبس عليها بتفتح لقائمة طويلة عريضة تحتيها بتلاقي فيها لينكات كثيرة ايه بتحكي عن البيوت وبتحكي عن كيف تطلع طالعك وبتحكي كيف تستخدم الموقع اللي بطلع طالعك وفيه برضو انا حاط جدول لاستخراج الطالع وفيه الابراج اليومية يعني فيه مواضيع كثيرة موجودة في هذا صندوق الوصف انا بحطها باستمرار فكل فترة حاولوا لما بحكي شوفوا صندوق الوصف انه انتوا تفتحوا كلمة هاي المزيد وتشوفوا ايش اللي انا حاط لينكات اللي موجودة فيها ممكن من الاشياء اللي انتوا بتدوروا عليها وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا لليوم الثاني القمر موجود في البيت الثامن لايلك فعشان هيك اليوم برضو تقريبا مشابه بكون ليوم امس ولكن انه في بعض الاختلاف في بعض الاشياء خلينا نشوف تم فرصة لمكسب مالي بكون من شراكي او من تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لا صالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات او تصحيح الاخطاء تقبل اراء الاخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بملف او بمعاملة او بشيء الو علاقة بالاوراق القانونية او لمؤسسات حكومية بالنسبة للبيت الاول يعني اليوم احسن من يوم امس اليوم بتحس انه اليوم عندك ثقة بنفسك عالية في عندك نوع من انواع النشاط عندك قابلية انك انت تتحرك وتطرق اي باب نفسيا انت يعني احسن رغم انه في حدية في بعض الاوقات ولكن انه بتسيطر عليك النفسية الجيدة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور ما زالت زي يوم امس على المستوى المالي يعني اللي اهتمام باشياء مالية او بسداد او امور الها علاقة بالفوترة او مشتريات او اشياء الها علاقة بالوضع المالي اهتمامات في الامور المالية ما رح يكون الوضع زي ما انت بتتخيل على المستوى المالي ولكن انه في فرص جاية لو الدام بتحسن الوضع اهم اشي انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتعزز عندك اللي هي سرعة البديهة والنشاط الفكري اه رغبتك في الاتصالات المواصلات اه الحركة اجمالا اه ممكن تنشط بدراسة او بقراءة معينة او تنشط في امور الها علاقة بحث الابناء على الدراسة او بالتواصل مع اخ او مع جار يعني في نوع من اكثر من شغلة مشتركة خلال هذا النهار ممكن انت تستفيد منها من البيت الثالث وخصوصا انه هو مسؤول عن الحركة وعن الاتصالات وعن المواصلات وعن النشاط الفكري فعشان يكي اليوم كلها هاي ايجابية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت في نوع من انواع الضغوط موجودة يعني بتطلع لك اشياء ممكن تستفزك او تنرفزك ممكن بعض الاعطال او الاخطاء او بعض سوء التفاهم ممكن يصدر من اي واحد موجود في البيت فانت تحتد وتعصب حاول انك تعمل تقارب انت ما بينك وبين اللي في البيت على اساس انه ماتور وتصير اشياء فيها نوع من انواع المشاكل يعني يكون صعب حلها خلال هذا النهار من حذر الستات اللي بيعملوا في البيوت من الاصابات او من بعض الاعطال المنزلية او الاهتمامات المنزلية اللي ممكن تتراكم عليهم في منكو رح يهتم بعطل معين او بمشتريات العلاقة في البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فبرضو على المستوى العاطفي شايف في نوع من انواع الحدية برضو النوع اليوم فعشان هيكي بنقولك انه دير بالك حاول انه انت ما تحتد كثير وما تعصب من الحبيب مو صحيح انه ممكن بعضكو يسمع خبر او يسمع معلومة عن الحبيب تزعجه او تنرفزه او تعصبه فيثوره هو بعصبية وهذا حاول انك تمسك حالا قدر الامكان وما تحاول انك تكبر المشاكل اما بالنسبة للبيت السادس فامور العمل يعني بتقدر تنجز كثير من اعمالك خلال هذا النهار خصوصا الاشخاص اللي عرأس عملهم الاشخاص اللي في البيت افكارهم عملية يعني بيفكروا في يا اما بملفات يا اما باشياء لها علاقة بالعمل يا اشياء قديمة كان لها علاقة بالعمل يعني امور من هذا القبيل اللي في منكو رح يهتم بوضع صحي او شأن صحي اما بالنسبة للبيت السابع فهو فارغ تماما ما فيه اي تأثيرات لا ايجابية ولا سلبية فعشان هيك بتتعامل مع الشريك بشكل روتيني على حسب العلاقة وعلى حسب الطبيعة اللي انت والشريك متقابلين عليها يعني اذا انتوا عصبيين بدوا يكون عصب الجو واذا انتوا مريحين وبتتجاوزوا الامور بتتجاوزوا الامور وبتكون الامور طبيعية ما فيها اي مشاكل بالنسبة للبيت الثامن كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع برضو فيه نوع من الايجابية اليوم يعني بتعزز عندك قدرة التواصل والاتصالات او التشاور او التواصل مع اشخاص خارج البلاد للاطمئنان على حالهم او للتراسل معاهم او اشياء الها علاقة بالتجارة او من هذا القبيل في منكو الاشخاص اللي قاعدين في البيت بيهتموا بامور الها علاقة اما بلغة جديدة او ثقافة جديدة او افلام بتحكي عن مغامرات عن اكشن عن اشياء من هذا القبيل او بيهتموا في امور الها علاقة في الدين والفلسفة ويعني اهتمام بحضارات او ثقافات غربية او غريبة عنه يعني غربية بعيدة عنه اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف البيت العاشر فيه بلشت الحدية على بيت السمعة فعشان هيك ما في داعي للانفعال او للعصبية او للتوتر خلال هذا النهار عشان ما تكبر المشاكل وتصير اشياء بتشوه السمعة فعشان هيك منقول انه حاولوا انه ما تلتزموا بشيء يعني يكون ما بتقدروا انتو توفوه ما تكشفوا اسرار كل حد حاول انك ما تخالف القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة ما تغامر مغامرات ممكن انها تكون تهور في هاي الفترة اما بالنسبة لبيتك 11 يعني بيعمل نوع من انواع العصبية او التوتر بينك وبين احد المعارف او الاصدقاء ممكن تتوتر هاي العلاقة او تضطرب العلاقة ممكن تسمع خبر عنه ينرفزك او يعصبك او ممكن انه هو يحاول يتدخل في شؤونك او في حياتك فانتي يصير لك ردة فعل غريبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما من اي تأثيرات عشان يكي بنقول انه اليوم ممكن تنجزوا بعض الاعمال المهمة تهتموا في امور صحية او تغذية او اشياء لها علاقة بالعشاب بهذا المقابل وفي منكم ممكن يجري بعض الاتصالات اما لاطمئنان على صحة بعض الاشخاص او ممكن يجي خبر عن اشخاص وضعهم الصحي مش مزبوط مرج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكتكم حافظ على هدوء اعصابك ونبرد صوتك لا تعرض لقاءاتك او لقاءك للفشل تحمل هاي الفترة توتر لانها من اكثر ايام الشهر ضغط وخصوصا انه القمر مقابلك والشمس في بيت متاعبك عشان هيك منقول لك حادر من الخصام وما تعادي حدا خصوصا في هذا اليوم اتجنب الخلافات كليا خصمك تلقائيا رح يكون اقوى منك بهاي الفترة بالنسبة للبيت الاول اجمالا هو بعطيك شحنات ايجابية بعطيك اشياء ايجابية فعشان هيك اليوم نفسيتك يعني بتلاقي فيها نوع من انواع الاستقرار او الراحة ما فيها نوع من انواع الاضطراب ولا الخوف ولا التردد ولا الاشياء هاي فعندك ثقة عالية في نفسك اليوم تقدر تنجز اشياء كثيرة انت وعندك كمان ثقة بالانجازاتك اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي فعشان هيك الاشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بيقدروا يحققوا بعض المكاسب المالية الاشخاص اللي في بيوتهم ممكن يكون لهم نوع من انواع المساعدات او اشياء فيها نوع من انواع الدعم او المطالبة حتى في امور ممكن انها تفتح لهم باب مساعد لا لهم اهم اشي انه اللي بيهتموا في امور المشتريات او امور الفوترة او الحسابات يحاولوا انهم يقللوا من مصاريفهم قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فهو برضو جيد خلال هذا النهار بدعمكم على مستوى سرعة البديهة والتخاطر وقدرة توصيل المعلومات مع الناس اللي حواليك عندك ثقة كاملة في نفسك عندك نشاط حركي ولكن مزاجك شوي في نوع من انواع العصبية او الحدية حاول انك ما تنفعل وتعصب اذا حدا خالفك بس اما باقي الامور حتى على مستوى الدراسة على مستوى الحركة كلها هاي الامور بتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت الرابع شايف البيت الرابع انا جيد على مستوى البيت ممكن يحمل لك نوع من انواع التلاقي او جلسة عائلية او لقاء عائلي او ممكن حتى انه يكون اشياء لها علاقة في البيت مشترى بيت او عقار او اهتمام باوراق عقارية او اشياء من هذا القبيل وممكن يكون في نقطة تلاقي او اشي بيجمع ما بينك وبين العائلة في منكو رح يهتم بصحة احد الوالدين اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايفه روتيني ما فيه اي شيء لا جديد ما بينك وبين الحبيب فعشان هيك بتتعامل بشكل روتيني ما فيه اي شيء كبير موجود ما فيه شيء يعني بيستاهل انك انت تغامر خلال هذا النهار بتتعامل انت والحبيب على الوضع اللي انتو متعودين عليه يعني اذا كان فيه مشاكل كثيرة بتحتد اذا كان الامور في مجال المصالحات اليوم تقدر تعمل مصالحات اما بالنسبة للبيت السادس فشايف الوضع جمالا على مستوى بيت العمل اليوم تقدر تنجز العمل المطلوبة منك ممكن تهتم باوراق او ملفات او معاملات او حتى اشياء لها علاقة باوراق او حسابات اشياء من هذا القبيل فيه منك رح ينجز كثير من الاعمال وخصوصا الاشخاص اللي على رأس عملهم بينجزوا اعمالهم بكل يسر فيه منك رح يهتم بامور صحية او الاهتمام باشياء علمية او بحثية اما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الاموال المشتركة فعشان هيك اما اليوم بيكون نشاطك على اتجاه الو علاقة بدعم مالي او فوترة او حسابات او بتفكر في انك كيف تتخلص من دين معين او التزام معين برضو بدعمك بشكل ايجابي بتقدر تفكر في هاي الامور او تخطي خطوة بهذا الاتجاه اما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع يعني بيشجعك شوي على بعض الاتصالات الخارجية او الاهتمام بلغة جديدة او ثقافة جديدة او تواصل مع اشخاصها جانب او اطلاع على مواضيع العلاقة بالعالم الخارجي يعني بالدول المحيطة فيك او في دول اجنبية او في ثقافة او فيلم او اشياء من هذا القبيل اللي عندهم دراسة اليوم فترة مناسبة للدراسة وللامتحانات ولكن عند الامتحانات منقول لك تركز وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة حذرنا من الامس انه انت جاي على يومين فيها تحذير على بيت السمعة فمنقول لك حاول قدر الامكان ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك وما تدخل لا بمغامرات فيها مخالفة قوانين ولا بمواجهات مع رجال الامن حاول انك انت تعمل بس الاشياء المطلوبة منك او الاشياء اللي مو كاللة لك بدون مجازفات وبدون ما تبادر باي اشي شوه سمعتك اما بالنسبة لبيتك ال 11 فالوضع روتيني على مستوى علاقاتك اتصالاتك الطبيعية والتفقد الطبيعي ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني على حسب وضعك انت بتتعامل في هذا البيت اما بالنسبة لبيت المتاعب يعني اجمالا هو جيد فعشان هيك هو حاميك من بعض الامور اللي الها علاقة بالصحة ولكن ممكن تشعر باشياء شوي غريبة فعشان هيك ممكن تدخل بفترة انك تفكر في حمية او برنامج غذائي او حتى مكملات او اشياء الها علاقة بالرياضة يعني بتهتم في هاي الامور او هاي الامور بتخطر عبالك وبصير تفكر فيها او انت بتقدم عليها اللي عنده عمل اليوم بنجزه على اكمل وجه جسمك تقريبا نقدر نحي مرتاح لو لا انه فيه شوية وساوس افكار جانبية ممكن انها تخطر على بالك ولكن اجمالا الوضع جيد في منكم ممكن يهتم باشياء تتعلق بصحة الاحبة او احد المقربين لا اليك برج الجوزاء انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذائكم خذوا قصد كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الامور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الاوضاع وممكن تتحسن الاحوال صحيح انه القمر موجود في البيت السادس فهو بضغط على الصحة اكثر شيء وشوي بأثر على العمل ولكن هو الوضع الصحي اكثر اشي بده مراقبة خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه البيت الاول يعني اللي خفف عليك انه الايجابية اعلى خلال هذا النهار ففي بعض الاشياء الايجابية ممكن تحدث بتلاقي نفسيتك اليوم يعني في نوع من انواع الراحة رغم انه في بعض الوساوس والافكار فبس انت بتتجاوزها بسهولة ممكن تشحن حالك بطاقة عالية جدا وممكن تتجاوز اي ضغوط موجودة اما بالنسبة لبيتك الثاني فهو اجمالا على المستوى المالي يعني ما فيها الشيء الخارق للعادي ولكن هي الاهتمام في مشتريات او فوتير او بعض الاشياء اللي الها علاقة بالمدخول او بتحسين الوضع المالي في منكم ممكن يهتم بمشتريات او بدخله في منكم اللي عرأس عملهم ممكن يحصلوا بعض الاموال اللي بتجيهم من عمل اضافي او من اشياء لها علاقة بالمكافآت اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعطيكو نوع من الحافز او النشاط على مستوى الحركة او التحرك بس انه شوي بيخلي في عندك نوع من انواع العصبية في ردات الفعل حاول انه انت تستقبل النقاشات بشكل ودي بدون ما تحتده بدون ما تعصب مش اي معنى انه اي واحد بخالفك معناته لازم اني اعادي واعمل مع مشكلة انه النقاشات اخذ ورد وعطى هيك بدك تعتمدها خلال هذا النهار في منكو راح يكون عنده نشاط للحركة ولكن بده يدير باله من اصابات ممكن تكون ناتجي عن الحركة الغلط او عن الغفلة في منكو راح ينشط في امور الهلاقة اما بالدراسة او ببحث موضوع معين او بنشغل فكره بالتخطيط لمسألة معينة بالنسبة للبيت الرابع جيد على مستوى البيت بيعمل نوع من انواع التلاقي العائلة في يعني الفة موجودة في العلاقة العائلية فعشان هيك بتعمل نوع من انواع التقارب ممكن يكون في نتائج خلال هذا النهار ما بينك وبين العائلة ممكن يكون مصالحة او لقاء او تعاون على انجاز امر معين يعني اهتمامات كاملة ممكن تهتموا بامور الهلاقة بالبيت او بصياني او بترتيب او بستني او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد عاطفيا ممكن تتواصل مع الحبيب خلال هذا النهار او يكون في نوع من انواع التواصل عشان هيك يعني حاول انك تستغل هذا النهار بايجابية ما فيه نقاط طلاقي ما بينك وبين الحبيب ممكن انت تطلب مشهورة معينة او تتواصل معا او تتفقده فالامور تمشي لصالحك اما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات يعني تتركز على العمل وبتركز على الصحة بالنسبة للبيت السابع يعني بديش احكي لك انه ايجابي ولكنه هو روتيني فعشان هيك بتتعامل انت مع الشريك بالمال والعاطفة بشكل روتيني على حسب الظروف اللي انتو عايشين فيها وعلى حسب الوضع ولكن اجمالا ما فيه حدية ما فيه عصبية في الموضوع هذا الا اذا يعني انت طبيعة العلاق وما بينك وبين الحبيب فيها نوع من انواع الشد او عدم التلاقي في نقاط معينة خصوصا الزوج او الزوجي اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور جيدة على مستوى امور المال فعندك تفكير كامل لوضع المالي او طلب مساعدة او دعم او قرض او اشياء من هذا القبيل ممكن تنشط في امور الها علاقة في معاملات او ملفات او حسابات او تواصل تحقيق بعض الدعم او ممكن قرض سلفي اشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يعمل اتصالات لتحصيل المال بعود له اما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط عليك بشكل سلبي فعشان هيك ممكن اليوم تتوتر علاقتك مع اشخاص خارج البلاد او ممكن يجيك خبر يزعجك او ممكن انت يكون في عندك نوع من انواع العصبية او تردد في اتخاذ قرار بتعلق في اشخاص خارج البلاد ممكن برضو انه انت يتهمل بدراستك او بامتحناتك او بطريقة التواصل مع الاشخاص اللي بشركات اجنبية او بمؤسسات تعليمية او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لابيتك العاشر فبرضو بضغطك على بيت السمعة فعشان يكم نقول لك ما تحاول انك تشوه سمعتك باي تصرف مهما كان ما تخالف القوانين وما تدخل باشياء مشبوهة وحاول انك انت ما تفض بسرك لاي حد فيه منك اشخاص اللي عرأس عملهم ممكن يصير فيه خلاف ما بينهم وبين رؤسائهم بالعمل او زملائهم بالعمل اما بالنسبة لابيتك 11 فهو روتيني ما فيه اي شيء على مستوى الاصدقاء يعني بتتعامل على حسن طبيعتك ممكن تفقد او تواصل عادي ولكن انه ما رح يكون فيه اشياء لا ايجابية ولا سلبية اما بالنسبة لابيتك 12 بيت المتاعب فهو جيد بدعمك فعشان هيك اليوم بحسن من مزاجك شوي وممكن يساعدك في انجاز بعض الاعمال ممكن تهتم بمور الها علاقة ببرنامج غذائي تغذي اشياء من هذا القبيل ممكن عشاب يعني اشياء لها علاقة بصحة البدن وفي منكم ممكن يهتم بادوية او باشخاص بحاجة للرعاية او يصلهم خبر عن اشخاص مريضين او تعبنين من اللي بيعزوا عليهم برج السرطان يعني بتجتازوا يوم ايجابي ببعث على البهجة والانشراح ما بتخلى الحظ عنكم عاطفيا ولا ماليا فرصة مناسبة لتحقيق انجاز ضع ما خوفك جانبا ما تتهرب الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام من اجمل ايام الشهر واكثرها حظا لانه بما انه القمر في البيت الخامس فاعرف انه دائما الاجواء رح تكون ايجابية بالنسبة للك اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الجو اجمالا رح يكون جيد على مستوى ثقتك بالنفس او يعني في عندك طاقة كبيرة اليوم انبساط اجواء جيدة جدا يعني ممكن اليوم تثبت ذاتك وتناقش او تنجز بعض الاعمال المهمة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه في نوع من انواع الضغط المالي يعني ممكن اذا بارقك بارقك الوضع المالي او التفكير في الشؤون المالية صحيح هو بيميل للروتينية ولكن انه برضو الافكار المالية بتاخذ حيز كبير من تفكيرك خلال هذا النهار اما لتطويرها او تعديلها او تحسينها اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدفعك باتجاه الحركة والنشاط اليوم عندك سرعة بديهة عالية وعندك قدرة على التفكير وانجاز كثير من المطلوب منك ممكن تنشط باشياء جيدة جدا تساعدك في كثير من الامور ممكن تهتم ببحث معين او دراسة معينة او امور بحاجة للقراءة والمطالعة والنشاط الذهني ممكن حتى يعني لو حل بعض الاشياء المعقدة ممكن انت اليوم تقدر انك انت تحلها استيعابك عالي جدا وبرضو قدرتك على النقاش عالي جدا يعني بتقدر تثبت وجهة نظرك بشكل جيد وخصوصا الاشخاص اللي بيشتغلوا في التسويق اليوم ممكن انهم يبرعوا في هذا المجال وخصوصا الاشخاص اللي على رأس عملهم عشان ما يجي حدا يقول ما احنا قاعدين في البيت مش كلكوا قاعدين في البيت يعني اللي بيطلعوا بيستفيدوا كثير اما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع يعني بدفعك باتجاه التلاقي العائلي او لقاء عائلي او اجتماع عائلي او ألف داخل البيت او ممكن اشياء العلاقة بالابتكارات الصيانات الشغلات اللي زي هيك داخل البيت في منكم ممكن يهتم بزراعة بديكور باشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يهتم باجتماع عائلي او لقاء عائلي او ممكن تفاهم عائلي عالي جدا يكون وفي منك راح يهتم بأحد الوالدين أو يصير في نوع من أنواع التواصل ما بينه بين أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود فيه فبدعمك بشكل إيجابي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس يعني شوي بعطيك حافز على إنجاز بعض الأعمال عندك طاقة اليوم أنك تنجز كثير من الأعمال اللي عندك فيه منك ممكن يهتم بشأن صحي أو بأمور صحية أو يعني يحاول أنه يطلع من أشياء الحلاقة بالتعب أو أشياء من هذا القبيل في منك ممكن يدخل فيه برنامج غذائي أو أنه يهتم بأمور التغذية البدنية أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط عليك على مستوى الشراكي فممكن أنت تحتد أو تعصب أو صير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك حاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك وما تنفعل وما تتهور وما تطور الأمور تخليها تخرج عن طاقة أو عن السيطرة عشان هيك تحاول أنك تركز بشكل جيد خلال هذا النهار ما في داعي للعصبية والحدية مهما كانت الظروف امسك عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن يعني بدعمك بشكل إيجابي على أمور إلها علاقة ببعض الأشياء المالية اللي ممكن يكون فيه منها نوع من أنواع المساعدة أو الدعم أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بأمور ممكن تكون طلب دين أو سلفي أو أشياء من هذا القبيل فيه ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالدفع المالية أو القروض أو جدولة بعض الحسابات أما بالنسبة للبيت التاسع يعني البيت التاسع بدعمك بشكل إيجابي خلال هذا النهار على مستوى الاتصالات والتواصل البعيد الاهتمام بثقافي أو بلغة خارجية أو الاهتمام حتى في أمور أمر ديني أو فلسفي أو لغة جديدة يعني كل هاي الأمور بتكون جيدة ممكن تتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يكون لك اهتمامات يعني شوي غريبة خلال هذا النهار بتكون بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر فحذرنا من الأيام الماضي أنك رح تيجي على يومين فيها تشويه سمعة حاول أنك تحضر من بيت السمعة يعني ما تعمل أي شيء يشويه سمعتك وحاول قدر الإمكان ما تغامر وما تبالغ بالمغامرة أو بأشياء العلاقة بتشويه السمعة يعني لا مخالفة قوانين لا مواجهة مع رجال الأمن لا أعمال مشبوهة أشياء هاي كلها ممكن تأثر على سمعتك أي شيء بأثر على السمعة حاول أنك أنت تبعد عنه أما بالنسبة لبيتك 11 يعني بيت 11 بيساعدك بشكل قوي بالتعاون مع أحد الأصدقاء أو التواصل معه وممكن يدعمك بشيء جيد وممكن يكون فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم أو ممكن يبادر بسؤالك عن وضعك أو يحاول أنه يساعدك بوضعك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو خالي نقدر نقول روتيني فعشان هيك الإهتمام اليوم بعض الأعمال ممكن تنجز بعض الأعمال أو تهتم في أشياء إلها علاقة في الأعمال الروتينية بتحاول تنجزها بصير إهتمام أكثر في أمور إلها علاقة بالصحة أو مراقبتها ممكن تهتم بأشياء إلها علاقة بالخلطات أو الأعشاب أو أشياء من هذا القبيل ولكن أنه بدك تحضر من شغلة الأفكار والوسوسة هاي لأنه بتخطر على البال من وقت لآخر برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنه أو يميل لاجتماع أفراد العائلة ممكن يمد يد العون لأفراد العائلة أهم شيء أنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر عليك أو على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وممكن يكون عندك نوع من أنواع القلق أهم شيء أنك ما تتذمر لأقل الإشارات يعني الوضع العائلي شوي في نوع من أنواع سوء التفاهم أو حدية في الطباع خلال اليوم حاول قدر الإمكان أنك أنت تتجاوز المرحلة ما تخلي سوء التفاهم أو العصبين أنه يسيطر عليك خصوصا داخل البيت أما بالنسبة للبيت الأول فإجمالا اليوم المزاج عندك متقلب على أكثر من صعيد ممكن يصير تصرف أو ردة فعل معينة لا إلك أنك أنت تعصب أو تنفعل حاول أنك أنت تمسك حالك وتتعامل بشكل روتيني أو طبيعي خلال هذا النهار بدون عصبية وبدون حدية وإكسب الطاقة الموجودة في البيت الأول اللي بتشجعك على أنك تتجاوز هذه المراحل وتشحل حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للوضع المالي فهو الروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل عن الموضوع على شكل روتيني ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع الفرص لتحصيل بعض الأموال ولكن أنه ما رح يكون للأغلبية رح يكون لقلة من موليد برج الأسد أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بإجمالا بدعم كل موليد برج الأسد على مجال الحركة والنشاط البحث التحليل الاهتمام بأمور علمية الاهتمام بأشياء لها علاقة بالصحة بالتغذية ممكن كتابة أشياء مهمة حث الأبناء الدراسة الاهتمام بالاتصالات بالمواصلات بالنشاط كلها هاي أمور مفتوحة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس هو جيد تماما على المستوى العاطفي أنت الوضع ممتاز جدا يعني كتواصل كاتصال كتفهم أو يتفهمك الحبيب أو تتواصل معه الأمور ممتازة يعني بعطيك هذا برضو نوع من أنواع الحضوظ اللي ممكن أنت تغير الموازين أو تغير الأشياء خلال هذا النهار بالنسبة للبيت السادس البيت السادس برضو جيد يعني إذا وكل إليك عمل اليوم بتنجزه ما عندك أي تردد للموضوع عندك سرعة بديهة عالية لاهتمام بشؤون صحية أو أو تغذية أو أشياء من هذا القبيل ممكن تهتم فيها الوضع إجمالا رح يكون جيد على مستوى العمل والصحة أما بالنسبة إلى بيتك السابع بيت الشراكي فهو روتيني ما في شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل مع الشريك بالشكل الروتيني المطلوب منك أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن بدعمك بشكل قوي اليوم يعني باتجاه السلف أو القروض أو المساعدات أو أشياء لها علاقة بالأموال اللي ممكن تحصلها من دائرة حكومية من ميراث من مستردات مالية ممكن مطالبة بديون لإلك ممكن تلاقي اليوم أشياء ضائعة منك تلاقيها بالصدفة يعني كل الأمور هاي اليوم مفتوحة أي أمر أو كل الأمور ممكن تحدث مع موليد برج الأسد أما بالنسبة للبيت التاسع فيعني التواصل مع أشخاص خارج البلاد ما رح يكون بالقوة يعني تواصل عادي مع أشخاص معينين تفقدهم أو الاتمئنان عليهم في منك ممكن يتواصل مع العائلة أو ممكن أنه صير في نوع من أنواع الأشياء لا تعلم لغة أو فلسفة أو دين أو الاطلاع على هاي الأمور بتكون برضو إيجابية في منكم ممكن يهتم بمسائل علمية أو أفلام مثلا العلاقة بالأكشن والمغامرات والأشياء اللي من هذا القبيل وفي منكم رح يهتم بأمور العلاقة بالفلسفة بالدين بالأشياء العقلانية مش الأشياء اللي ما بتركب على العقل أما بالنسبة لبيت السمعة فاليوم جيد يعني بتقدر تحافظ على سمعتك بشكل جيد تنجز العمل المطلوبة منك ممكن تتعاون أو يصير اتصال ما بينك وبين أحد الزملاء أو رؤسائك في العمل لإنجاز عمل معين ممكن تقترح مسألة لها علاقة بالعمل وتكون بمكانها الصحيح وتنجز أشياء ممتازة أما بالنسبة لبيتك اللي 11 يعني برضو روتيني على مستوى التواصل مع الأصدقاء بتتعامل بشكل ودي طبيعي على حسب طبيعتك يعني إذا كنت من النوع اللي بتتهرب فرح تتهرب إذا كنت من النوع الجيد فاليوم رح يكون جيد يعني كمان يوم الأمور بتصير أحسن أكثر خصوصا لما القمر بنتقل للقوس بصير في بيتك الخامس فبدعمك بحضوط قوية أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني ما في أي شيء ممكن يخوفك خلال هذا النهار حتى بالعكس ممكن تهتم بشأنك الخاص يعني أمور صحية ممكن إشيء العلاقة بالرياضة بالبرنامج غذائي بإشيء يتحسن من هيئتك ممكن مكملات غذائية ممكن أشياء إلا علاقة من هذا القبيل فعشان هيك بتلاقي الأمور كلها اليوم جيدة على مستوى هذا الأمر وممكن تنجز الأعمال المطلوب منك بكل أريحية برج العدراء طبعاً القمر موجود في البيت الثالث بيت حليف لا إلك عشان هيك اليوم بتنشطه في أمور يعني لليوم الثاني بتنشطه في أمور إلا علاقة بالدراسة أو السفر أو الاتصالات السفر مش شرط أنك تسافر السفر يعني ممكن تهتم بأوراق أو اتصالات أو أشياء من هذا القبيل الأشخاص اللي على رأس عملهم بنجحوا بتنقلاتهم أو ترويج لسلعة معينة أو اللي بيشتغلوا على نمط البقالة أو المحلات الصغيرة ممكن برضو ينجزوا أشياء ممتازة خلال هذا النهار في نوع من أنواع تعزيز العلاقة مع أخ أو جار ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة مفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة بتتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم شخصيتك غير ونفسيتك غير اليوم عندك ثقة بنفسك علي جدا ما دعوم بشجاعة عندك أشياء رائعة جدا اليوم تقدر أنت تستفيد وتشحن حالك بطاقة إيجابية وتستثمر كل هاي الأمور اللي إحنا بنحكي عنها أما بالنسبة للبيت الثاني فيعني ما أبدأ أقول لك جيد كثير ولكن بعض موليد العذراء ممكن يستفيدوا ماليا أو يحصلوا على بعض المال من شراكة أو من تعويض أو من أمور لها علاقة من العمل الإضافي أو الأشياء خصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت وفي منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالدفعات أو الالتزامات أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الرابع هو جيد على مستوى البيت فعشان هيك اليوم علاقاتك على مستوى البيت جيدة في نوع من أنواع التواصل الجيد ثقتك بنفسك عالي جدا التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة جيد الأمور البيتية جمالا بتكون مثل ما بدك والزيادة بتقدر اليوم تهتم في أمور لها علاقة بصيانة أو تصليح أو زراعة أشياء لها علاقة بالعقارات جمالا كلها رح تكون جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس يعني فيه نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي فعشان هي كممكن الأمور يكون فيها نوع من أنواع الحدية من الحبيب أو نقاش حاد أو توتر أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك تمسك عصابك وما تكبر الأمور عشان ما يصير فيه فجو كبير ما بينك وبينه حاول تعمل نقاط طلاقي وما تتحسس لأي تصرف منتج عن الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس يعني يعزز نقاط كثيرة اليوم ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال ممكن تهتم بفواتير أو أوراق أو تهتم بأشياء أنت كان صعب عليك أنك أنت تنجزها بالفترة الماضية اليوم تقدر تنجزها في منك رح يهتم بأمور صحية أو بدنية أو أشياء من هذا القبيل وفي منك رح يهتم بصحة أحد الأحبة أو المقربين أما بالنسبة للبيت السابع فهو فارغ تماما فعشان هيك ما فيه أي إيجابية أو سلبية في الموضوع على مستوى الشراكة يعني بتتعامل بشكل روتيني ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن بدعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك ممكن أنك أنت تطالب ببعض الديون أو بعض المستحقات أو بعض الاهتمامات المالية وخصوصا الأموال اللي ما بتعود لك فهي بتيجي يا قروض يا مساعدات يا أمور إلها علاقة مستردات قانونية يعني من الدولة اللي بتعطيك فهي كلها الأمور ممكن تستغلها خلال هذا النهار حتى الأمور اللي إلها علاقة بالميراث ممكن بعضكم يهتم فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات التنقلات الدراسة الامتحانات تواصل مع أشخاص خارج البلاد أخبار تجيك من برا كلها هاي أمور ممتازة ممكن بعضكم يهتم في أوراق قانونية أما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فبقول لك دير بالك يعني الوضع على المحك بالنسبة لتشويه السمعة حاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك بدون تشويه ما تبادر بأي خطوة ممكن أنها تنحسب عليك لا تخالف القوانين ولا تدخل بأشياء مشبوهة ما تدخل بمواجهات مع رجال الأمن يعني كلها هاي الأشياء بدك تحذر منها لأنها هاي تعتبر أبواب تشويه السمعة أو مجازة في خلاف ما بينك بين أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة بيتك 11 فبيتك 11 جمالا جيد على مستوى العلاقات ممكن اليوم يكون في نوع من أنواع الاتصالات أو التواصل مع أشخاص من أصدقائك للتعاون معهم أو تطلب الحاجة منهم أو هم يطلبوا منك المساعدة كلها هاي أبواب مفتوحة خلال فترة هاي يعني بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو يعني فارغ تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي في الموضوع فعشان هيك بتتعامل على حسب الطبيعة اللي أنت فيها في منك رح ينجز كثير من الأعمال المطلوبة منه أو في منك رح يتم بشؤون العلاقة بالصحة أو بالتغذية أو بالمكملات الغذائية أشياء من هذا القبيل أهم إشي أنه دير بالك على صحتك وحاول أنك أنت أتراقب صحتك بشكل جيد أهم إشي مرج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة يعني متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب يعني المال من عمل إضافي تتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئن الهواجس وظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة يعني نوع من أنواع الدعم أو المساعدات أهم شيء أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الأول فشخصيتك اليوم نفسيتك أحسن ثقتك بنفسك أعلى بلشت تتعافى بلشت معنوياتك تتحسن بشكل إيجابي عشان هيك اليوم بتحس أنه عندك طاقة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايفه يعني شبه روتيني مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود في البيت الثاني بفتح المجال للفرص أو للمكاسب المالية لبعض الأشخاص مش لا جميع برج الميزان يعني أمور إن شاء الله أنه يكون فيها أشياء مبشرة لا لكم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا على مستوى التواصل والاتصالات والتنقلات الحركة يعني الاهتمام بالدراسة بالمطالعة بالنقاشات بالتواصل مع المجتمع كلها هاي أمور إيجابية بتدعمك بشكل قوي وبتفتح لك مجالات قوية وممكن أنها تساعدك في إنجاز كثير من الأشياء خلال هذا النهار في منكم ممكن يحث أبناءه على الدراسة أو يساعدهم أو في منكم ممكن يصير في نوع من أنواع التعامل ما بينه بين أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع شايف في نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت الرابع وخصوصا أنه الضغط هذا رح يستمر لغاية ساعات العصر يعني ممكن يعمل بعض الأعطال أو بعض الأشياء اللي تستفزك بعض الاهتمامات أو المجهود اللي بيكون مطلوب منك فعشان هيك بيكون بوضع حد بعد ساعات الظهر بيصير فيه نوع من أنواع التلاقي وفيه تقارب وفيه أشياء إيجابية بتجمعك مع العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل بشكل روتيني تماما أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل والصحة يعني أعمالك بتقدر تنجزها إيجابي الوضع عندك نشاط عالي بعطيك نوع من أنواع المعنويات صحتك بتحسن ووضع إجمالا بحسن الصحة في بعض الاهتمامات لبعض الأشياء اللي إلها علاقة بالمكملات الغذائية أو أشياء إلها علاقة بالفيتامينات أو الرعاية الصحية برضو كلها إيجابية أما بالنسبة على البيت السابع فبلاقي وضع الشراكة إجمالا جيد جدا يعني فيه تفاهم كبير ما بينك وبين شريكك فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي وفيه برضو أشياء ممكن هي تلاقي أو مصالحة أو خطة لعمل معين اليوم يعني فيه مجالات جيدة على مستوى شريك المال أو العاطفة أما بالنسبة البيت الثامن فهو بدعمك على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك فعشان هيك ممكن اليوم يجيك دعم من برة ممكن الطالب أنت أو طالبت في ديون معين أو طلبت من أشخاص معينين فممكن اليوم يجيك الرد ممكن يجيك نوع من أنواع المساعدات أو المعونة وممكن أشياء لها علاقة بمعونة دولة مثل استردادات أو بعض الدعم اللي بيجي من مؤسسات خيرية أما بالنسبة للبيت التاسع يعني منشوف أنه شبه روتيني خلال هذا النهار يعني تواصلك محدود مع أشخاص معينين تتفقدهم خارج البلاد ممكن أنه تهتم بمراسلات أو اتصالات خارجية مع أشخاص معينين ممكن تهتم بأمور العلاقة بدراسة لغة أو بحث أو إشيئ العلاقة بدراستك الجامعية ممكن بعضك يكون عنده دراسة الامتحانات أو أشياء من هذا القبيل لكن بده الجهد عشان أنه يعطي حاله حافز أكبر للدراسة في منك رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات لها علاقة إما بشركة أو باستراد تصدير شغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فحاول اليوم يعني هو لساعات العصر ولكن نقول لك إجمالا كل اليوم حاول أنك أنت ما تعمل أي شيء يشوه السمعة ما تدخل في أمور ما بتعنيك ما تحاول تفرض رأيك حاول أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة يعني بدك تنصق الأمور بشكل عقلاني وترتبها بشكل عقلاني بدون أي مجازفات أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني تماما يعني لا أعطيك إيجابية ولا سلبية عشان هيك تتعامل فيه مع الأصدقاء على حسب وضعك الاجتماعي أو على حسب طبيعتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بدعمك عشان هيك ونصحتك بتتحسن أو بتحسن خلال هذا النهار في منكو رح يهتم بأمور إلها علاقة بالصحة أو إشي بدني ممكن حركة نشاط رياضة برنامج غذائي أشياء من هذا القبيل وفي منكو ممكن أنه ينجز أعماله ويهتم براحته وغذاءه أشياء مثل برنامج غذائي ومن هذا القبيل ممكن يصلكو خبر عن شخص بعز عليكو يعني يكون بعافي شوي برج العقرب يعني بدأت الأمور الآن تتضح أكثر وخصوصا أن القمر الآن صار موجود عندكو بالكامل فبمنح شعاعه الطاقة لكل برج العقرب فعشان هيك كل برج العقرب يعني الآن نقدر نقولهم أنتو نشيطين وحيويين وبنجذب لكم أفراد الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها تدعيم مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر خلال هذا النهار ممكن تنتعش العواطف عندك وتزدهر للقاءات وممكن تتلقى يعني تتلقى مفاجئة سرة وربما تفرح لحدث كبير هاي بالفعل يعني تعتبر فترة من الأفضل خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه إجمالا يعني بساعدك بدعمك فعشان هيك ممكن بعضكم يحصل على نوع من أنواع الدعم في منكم ممكن يجي دفعات مالية أو انتعاشة مالية مساعدة أو ممكن من عمل إضافي يسترد أموال لإله يعني كلها إيجابيات في منكم ممكن يسعى لمشتريات أو لترتيب فواتيره أو أوراقه أو التزاماته أما بالنسبة للبيت الثالث فهو شوي هو اللي بيضغط عليك لأنه شوي مزاجك عصبي أردات فعلك شوي فيها حدية حاول أنك أنت تمسك عصابك ما فيه داعي للعصبية والإنفعال بكون فيه عندك نوع من أنواع اللي هو النشاط المفرط السلبي يعني ممكن تتعرض لإصابات أثناء الحركة أو تجرح إصبعك أشياء من هذا القبيل خصوصا في أماكن العمل والحركة حاول أنه قدر الإمكانة تكون منتبه ومركز جيد ما تدخل بنقاشات ممكن أنها توصلك لعملية أنك أنت تحتد وتعصب بدك تتروى وتتريث وتأخذ نفس طويل على أساس أنه أنت تمنع هاي الأشياء يوم عندك نوع من أنواع التشتت الذهني ما فيه عندك تركيز قوي عشان هيك عند نقاشاتك ممكن تنفعل لأنك ما رح تقدر توصل الرسالة اللي أنت بدك إياها وممكن هاي تسبب بعض الخلافات أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل على مستوى البيت بالوضع الطبيعي المعتاد ممكن يحدث بعض الأشياء اللي ممكن إنها هيك تستفزك بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمامات اللي ممكن إنها هي تكون عكس التيار أو عكس ما أنت بترغب فهذا الإشي بسبب بعض المشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس جيد بدعمك بقوة فعشان هيك على المستوى العاطفي أنت يعني في نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو التلاقي في نقطة معينة يعني بدنا نقول إنه برضو روتيني يعني مش بالكمل الكبير من الحضوض فعشان هيك على حسب الطبيعة العلاقة ما بينك وبين الحبيب على حسب طبيعة النهار هذا كيف بيكون بالنسبة للبيت السادس جيد بتقدر تنجز عمالك تهتم بالأمور مثلا الأعمال الموكلة لا إلك ممكن تهتم بملفات أو أمور محاسبية أو فواتير أو أشياء من هذا القبيل أو مثلا يخطر على بالك مشروع جديد أو فكرة جديدة الآن البيت السادس لا العمل ولا الصحة بما أنه لا الصحة وإيجابي فهو بدعمك في مجالات إلها علاقة بالحركة أو بالنشاط أو أنت بصير تفكر في برنامج إلها علاقة إما بالرياضة أو بمحافظة على صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني برضو ما فيه أي شيء إيجابي أو سلبي ولكن إنه مطمئن يعني ما فيه نوع من أنواع الحدية بالتعامل مع الشريك بالعكس يعني بتمر زي استفزازات بسيطة هيك ولكن إنه بتمشي الأمور وبتمشيها أنت بالشكل الجيد بالنسبة لبيتك الثامن بيتك الثامن يعني بدعمك بقوة عشان هيك اللي بيستفيدوا من هذا البيت هم الأشخاص اللي إلهم أموال ما بتعود لهم يعني مدينين أشخاص أو متكفلين أشخاص عند إلهم ديون خارجية إلهم أشياء إلها علاقة بورث مثلا اليوم هذا يجهب على كل هاي الأمور في منكم ممكن يحصل أموال إلها علاقة بمساعدات أو من لجنات مثلا إنسانية بتساعد في ظل الظروف اللي إحنا فيها وفي منكم ممكن يحصل على دعم أو أموال مستردة من الدولة من تأمين من ضريبة من أشياء إلها علاقة بالدعم اللي بتطلع الحكومات للأفراد بالنسبة للبيت التاسع هو جيد على أمور الاتصالات الخارجية بتكثر عندك الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تفقدهم أو الإطمئنان عليهم أو التراسل معهم لأمر إلها علاقة بالعمل أو إشي مستقبلي يعني مش آني في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بأوراق إلها علاقة بقضايا أو أمور قانونية وفي منكم رح يهتم إما بلغة أو بثقافة أو بأشياء العلاقة بالدين والفلسفي والأمور هاي اللي عندهم دراسة أو عندهم امتحانات بالفترة هاي بيبدعوا بشكل جيد جدا وخصوصا الجامعيين ورح تكون فترة مميزة لألهم أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بقول لك بدك في الأشياء اللي بتشوه السمعة بدك تشحط بركات كبيرة عساس أنه اليوم حاد جدا على هاي الأمور فما في داعي لمخالفة القوانين ولا دخول بأشياء مشبوهة ولا مواجهة رجال الأمن ولا أي عمل ممكن يشوه سمعتك مهما كان فعشان هيك بدك تمسك حالك قدر الإمكان من الأشياء اللي بتشوه السمعة أما بالنسبة لابتك 11 فهو روتيني برضو تتعامل مع أصدقائك بشكل ودي ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي كالمعتاد اتصالات واطمئنانات وأشياء من هذا القبيل ممكن تتواصل أنت مع بعض الأصدقاء أو هم يتواصلوا معك ولكن كله رح يكون في منحنة على حسب علاقتك أنت وطبيعتك الاجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني بيت المتاعب شوي بدعمك فعشان هيك اليوم تفكيرك أكثر بنصب على موضوع الصحة أو مراقبة الصحة أو أمور إلها علاقة إما بتغذية بداية رجيم بداية رياضة بداية أخذ مكملات عمل ماسكات تجميل أشياء من هذا القبيل كلها هاي الاهتمامات اليوم بتكون واضحة عندك في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بإنجاز الأعمال الضرورية ويحاول أنه يأخذ قصد من الراحة نوع من أنواع شحن جسمه بالطاقة الإيجابية برج القوس طبعا بالنسبة لبرج القوس حكينا أنه القمر لما يكون موجود بالعقرب هو البيت 12 يعني بيت متاعبك فعشان هيكي دائما لما بوصل القمر لهذا البرج بالذات تشعر أنت بنوع من عدم الراحة لا صحيا ولا نفسيا تشعر أنك أنت شوي ما عندك طاقة لشيء حتى لو أنه ما فيه أي مخاطر ولكن بتكون أنت مضغوط بشكل سلبي يعني بقول لك انجز فقط اللي بغسعك أنك تنجز من العمل الضروري وحاول أنك تخلد للراحة ابعد عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية ما تجازف بسلامتك مهما كانت الظروف فترة فارغة من الحظ بالنسبة للبيت الأول يعني بدعمك شوي هو ولكن أنه ما بدعمك بقوة فعشان هيك منقول على المستوى النفسي يعني الغالب عليه الروتيني ولكن إذا كان طبيعتك أنت من نوع اللي عندك كثير مشاكل فطبعا رح يكون سلبي وإذا كان الموضوع عندك أنت مريح فبعطيك إيجابية على المستوى النفسي فعشان هيك منقول هو يعني شبه روتيني خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فهو ضاغط عليك بشكل سلبي خصوصا على الأمور المالية فعشان هيك بتحس أنه عليك نوع من أنواع التكاليف أو المكاليف أو المصاريف أو الدفعات أو الإرهاقات المالية أو مشتريات أو عندك رغب لكل هاي الأمور بس ما فيه فلوس بتحاول أنك تدبر فلوس من أي اتجاه ولكن مش ضابطة معك الأمور طبعا هذا اليوم برضو بضغطك على هذا المستوى أو على هذا الجانب إجمالا كل القوس رح يحسوا بهاي الضغوطات أو رح تكون عندهم نفس المعاناة في الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدفعك اتجاه الحركة والنشاط والنقاش والأشياء اللي من هذا القبيل ونظرا لوجود القمر في بيت المتاعب يعني بكون الأمر حاد عليك بالنقاشات بيكون فيه عصبية فيه حدية في طباعك ممكن توصل الأمور منك إنك تعصب من أدفه الأسباب ممكن تأخذ على طول الأشياء تحللها بطريقة غلط فتطلع سلبية عندك في منكم ممكن يهتم بأمور لها علاقة بدراسة موضوع معين ولكن إنه برضو رح يلاحظ إنه مزاجه مش صافي لهذه الأمور فيه اهتمام بالاتصالات بالمواصلات بالمراسلات بالأشياء اللي من هذا القبيل ولكن بدك تنتبه من حديتك إنه ما تفهم الأمور بشكل غلط وفي نفس اللحظة ما ذكرك مواقف معينة أو أشياء معينة فيه أشياء تعيسة مرت عليك في حياتك فتكتائب أو تتفشش في الناس اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الوضع روتيني تماما يعني بتحاول تتعامل بشكل روتيني أو البيت بتعاملوا معك بشكل روتيني عشان لا تحتد ولا تعصب ولا ترتاح ولا تنبسط يعني على حسب الطبيعة اللي أنت بتكون فيها على حسب الوضع بيكون في البيت إذا كان من النوع لبيوت المشحونة معناته عصبية وبعض الاتهامات أو ممكن برضو يصير فيه نوع من أنواع التقلب على مستوى البيت إذا كان البيت من النوع المريح معناته بتتعامل أنت بشكل مريح وبتم نضي الأمور على خير بدون أي شيء جديد أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك على مستوى العاطفي فعشان هيك بتلاقي اليوم في اتصالات مع الحبيب أو تواصل معه اطمئنا عليه مراسلته ممكن يبادر في خطوة معينة ممكن تسمع خبر مليح ممكن هو يوقف جنبك في ظل هذه الظروف الصعبة فأنت تكون مبسوط ومرتاح من هذه النقطة أما بالنسبة للبيت السادس فبشوف أنا في تقلب خلال هذا النهار على مستوى العمل أنه ممكن يتراكم العمل عندك ما عندك يعني رغبة بإنجاز كثير من العمل خلال هذا النهار ولكن في نفس اللحظة يتراكم العمل عندك وممكن تشعر ببعض التعب الصحي أو الإرهاق أو نوع من أنواع التوتر أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع يعني نفس البيت السادس إجمالا بالحظوظ فعشان هيك ممكن يصير في بعض المشادات الكلامية وخصوصا في ساعات الصباح ما بينك وبين الشريك ولكن باقي النهار بيكون روتيني يعني بتتعامل بشكل روتيني معه ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب الطبيعة اللي أنت عايش فيها مع شريكك بالعاطفة بتكون خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد فعشان هيك اليوم ممكن تهتم بأوراق قديمة أو بديون أو بأشياء أموال إلك مدين أشخاص أنت أو مستردات يعني أموال بتحاول أنك أنت تأخذ تعويض تأخذ قرد سلفي أشياء من هذا القبيل هاي الأمور كلها بتكون إيجابية وممكن يجيك دعم لحاله ممكن أشخاص أنت كنت طالب منهم اليوم يبادروا بدعمك هذا البيت إيجابي بشكل قوي أما بالنسبة للبيت التاسع بتكثر عندك الاتصالات الخارجية أو التواصل مع مؤسسات أجنبية أو أشخاص خارج البلاد أو مؤسسات تعليمية أو أشياء لها علاقة بالدراسة والامتحانات أو أوراق قانونية هذا البيت التاسع إجمالا كله إيجابي كل اللي أنا ذكرته بكون إيجابي ورح يكون الاهتمام إيجابي في هاي المسائل ممكن يصلك خبر من بعيد يكون مزعج بس أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه يعدك تحافظ على سمعتك قد ما بتقدر خلال اليوم ما في داعي للمغامرات أو المجازفات أو مخالفة القوانين أو الدخول بأعمال مشبوهة أو غير قانونية لأنه على المحق رح تكون اليوم في أي شيء بشوه السمعة حاول أنك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني في تعاملك مع الأصدقاء بتتعامل بالشكل الطبيعي أو روتيني على حسب طبيعتك إذا أنت اجتماعي كثير فاليوم اتصالاتك بتكون كثيرة إذا أنت من النوع اللي ما بتحب العلاقات الاجتماعية ومنطوية على نفسك بتلاقي أنه اليوم نفس الشيء يعني روتيني أنت اللي بتتحكم في هذا البيت البيت ما عليه أي تأثيرات لا سلبي ولا إيجابية عليك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو شوي هو اللي بيخفف عليك يعني أشياء لها علاقة بالصحة أشياء لها علاقة بإنجاز الأعمال يعني بتصير تقسم أنه ما بدك تنجز مثلا ضغطك البيت السادس شوي البيت المتاعب بريحك شوي بالنسبة للأعمال يعني بتعمل مثلا بتنجز الأعمال الضرورية بس ما بتهتم بأعمال ثانية ما بدك تحمل أي عمل ثاني فوقي بتحاول أنك أنت مثلا تهتم بصحتك بأمور خاصة فيك ممكن تلجأ لأشياء العلاقة بالمكملات بالتغذية بالرجيم بالرياضة بالأشياء من هذا القبيل وممكن حتى لو أشياء تجميلية منزلية خصوصا الستات برج الجدي طبعا برج الجدي اليوم تحديدا يعني على حسب الخرطة الفلكية اللي أنا شايفها أنه يوم خربط من أول لآخر ماشي القمر موجود في بيتك 11 بدعمك على المستوى الاجتماعي ممكن تلتقي أشخاص ترتاح لهم أو لأصحاب أو تجدد علاقة صداقة قديمة أو تتواصل مع أصدقاء بوسعك تحقيق أمني حتى بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتناس الإعلان رأيك والحصول على موقف معين التفاعل مع المسؤولين بيكون بمرونة يعني هذا كله ماشي هذا بيت ولكن باقي البيوت إجمالا هي متقلب خلال النهار فمنيجي مثلا ع بيت الشخصية ومنلاقي أنه اليوم شخصيتك فجأة بتكون مبسوط كثير فجأة بتصير روتيني طبيعي وفجأة بتتذكر موضوع قديم تكتئب فجأة بترجع أنت بتنبسط يعني بصير عندك نوع من أنواع التقلب خلال هذا النهار في مزاجك على أكثر من مرحلة على أكثر من درجة هاي نقطة سلبي لأنها بتأثر على كل البيوت اللي إحنا رح نحكي عنها فعشان هيك لازم تشحن البيت الأول بطاقة إيجابية كبيرة على أساس أنك تطلع من هذا الجو أما بالنسبة للبيت الثاني فبلاقي برضو نفس الأشي في نوع من أنواع الإضطراب خلال هذا النهار يعني بتلاقي أنه ساعات الصباح ما في أي فرص عادي وروتيني على مصاريفك العادية التزاماتك العادية مشترياتك العادية فجأة بتصير عندك رغبة بالمشتريات بالنفقة بالإصراف تتفشش بالإصراف بدك تصرف تذكر أشياء أنت مش بحاجتها بصير بدك تشتريها فجأة بتبطل فجأة بتصير عادي بدك ترتب أمرك المالية يعني يوم بخلي الواحد يشعر أنه في حالة انفصام طبعا هذا مش منك مش بسببك هذا بسبب تأثير الكواكب العنيف اللي موجود اللي بيخلي اليوم يتقلب بأكثر من مرحلة وبأكثر من ساعة وياريت أنه في التعليقات موليد برج الجدي اللي بنطبق عليه الحكي اللي أنا بحكي يكتب لي يا تحت في التعليقات عشان نشوف قديش حجم دقة التوقعات وإني قدرت أوصل المعنى مزبوط لكم ولا لا بالنسبة للبيت الثالث بتلاقي أنه بتزح الصبح نشيط فجأة بتصير كسلا فجأة بتصير بدك تطلع من البيت بعد ما تطلع مثلا أو تبلش تتحرك أو بدك تنجز أعمال فجأة بتلاقي حالك كسلت فجأة بتكون مراح ومبسوط وبتتواصل مع اللي حواليك بأرياحية كاملة خلال هذا النهار عند ساعات العصر بتلاقي حالك أنت تغيرت تذكرت لك موضوع أو إشي ببطل عندك رغبة للحركة فجأة بتصير بدك تطلع أو بدك تتحرك أو بدك تعمل اتصالات أو بدك تتصل في أشخاص معينين فبتلاقي أنه اليوم متقلب عندك على أكثر من مرحلة بالنسبة للبيت الرابع هذا البيت يعني نقدر نحيي أنه مستقر يعني فعشان هيك اليوم مثلا الاهتمام بالعائلة باللي حواليك بالأمور العقارية في بيتك في أهل البيت كل هذا بيكون أمر روتيني بتنجز أعمالك المنزلية بكامل قواك ما عندك أي مشكلة على مستوى البيت ما عندك مشاكل على مستوى البيت بالعكس الأمر مستقر أما بالنسبة للبيت الخامس منلاقي برضو نفس الإشي أنه فترة الصبح مثلا روتيني تتعامل أنت على حسب طبيعتك يعني بدون حرارة زيادة بالعاطفي ولا نقصان بالعاطفي فجأة بتلاقي عنده ظهر بتتأجج العواطف عندك فبصير عندك رغبة للتواصل مع الحبيب أو بدك تطمن عليه أو بدك تسمع خبر عنه أو هو نفس الإشي فجأة بتلاقي الأمور رجعت نزلت شوي بعدين عند المساء بتترجع بتتأجج الأمور كمان أكثر أما بالنسبة للبيت السادس يعني إجمالا مقسوم من النص من بداية النهار بيكون كسل وبتتراكم الأعمال وما عندك رغبة بإنجاز كثير من الأعمال اللي عندك في عندك فوضى على مستوى العمل حتى على مستوى الصحة بصير عندك تقلبات صحية ممكن أنك تشعر بالتعب أو الإرهاق أو كل الأمور لغاية ساعة الظهر بعد ساعة الظهر كل الأمور بتختفي كأنه ما فيه ولا أي شيء بالعكس بتقدر تنجز أعمالك بتقدر تهتم بكل الأمور اللي لا إلك وبتهتم برضو بأمورك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف البيت السابع إجمالا روتيني على مستوى الشراكة فبتتعامل بشكل روتيني جدا ما فيه لا إيجابي ولا سلبي في الموضوع فتعاملك مع الشريك هو طبيعي بالنسبة للبيت الثامن ممتز ثابت يعني اللي بده يطلب مساعدة أو دعم أو من شخص معين اليوم ممتاز جدا أنت تتحرك في هذا الاتجاه ممكن تتواصل مع أي شخص لطلب مساعدة أو معونة أو دعم مالي في منكو ممكن يهتم بأمور الحلاقة بميراث أو معاملات بنكية أو أموال ما بتعود لك أما بالنسبة للبيت التاسع فيعني شوي اليوم ميخذ إجازة أنت من الاتصالات البعيدة يعني مع الأشخاص اللي خارج البلاد ممكن تتعزز النقطة هاي في ساعات الظهر مثلا أو ما قبل الصباح هيك وفي ساعات المساء مثلا يصير في رغبة بالتواصل مع أشخاص معينين فقط لا غير للإطمئنان وبس أما مش أنه تواصل كامل حتى على أجهزة التواصل الاجتماعي ما رح يكون في مراسلات كثير إلى إلك يعني ممكن تقرأ بدون ما تعلق بدون ما تسو ولا أي إشي في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالدراسة ولكن بده طاقة يشحن حاله عشان يقدر يدرس اليوم في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بإنه بدي يحضر فيلم أو بدي يقرأ رواية بيلاقي مسك الرواية قرأ شوي أو حضر شوي من الفيلم بعدين بمل يعني برضو هذا البيت بدك تشحن حالك بطاقة كبيرة بالنسبة لبيت السمعة يعني هذا اليوم وبكرة بدك تدير بالك من أي مخاطر بتشوه السمعة بدك تدير بالك ممنوع أنك تجازف تخالف القوانين تدخل بمواجهات مع رجال الأمن تعمل أي شيء يشوه سمعتك أي يعني أي شيء حتى أنك تأمن سرك لحد خلال هذا النهار ممكن يكون سلاح ذو حدين يفشى سرك أو أنك تتعرض لمشكلة من وراء فعشان هيك بدك تدير بالك من أي شيء له علاقة في السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم عندك اتصالات كثيرة مع أصدقاء أو تفقد أصدقاء أو أصدقاء بتصلوا فيك أو أنت بترغب بلقاء الأصدقاء مثل ما حكينا في بداية التوقعات القمر موجود عندك في هذا البيت فبدعمك في هذا البيت بهذه القوة أما بالنسبة لبيت المتاعب بديك تدير بالك لأنه آخر يوم يعني آخر يوم بعدين القمر بده ينتقل بكرة بدي يصير بالقوس إذا صار بالقوس معناته في يومين القمر رح يكون موجود في بيت متاعبك رح يرهق ك شوي فعشان يك اليوم نقول لك حاول تنجز كثير من أعمالك عشان تأخذ قصد كافي من الراحة بالفترة اللي جاية حاول أنك ترتب أعمالك تعمل الإشي المهم راقب وضعك الصحي حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية خلال هذا النهار لإنجاز كثير من الأعمال عساس أنها ما تتراكم عليك بالفترة القادمة وتمر الفترة القادمة بكل أريحية برج الدلو يعني يوم مناسب خصوصا للأشياء اللي إلها علاقة بالعمل إنجاز أعمال تواصل مع زملائك بالعمل مساعدتك في إنجاز العمل من الزملاء أو من رأسائك بالعمل اليوم تقدر برضو أنك تنجح حتى في إنجاز أعمال حتى لو كانت صعبة تقدر اليوم تثبت جدارتك وتنال رضى المسؤولين أهم إشي إنك تحافظ على هدوءك ما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك يعني يا بتكون إيجابية إلك للفترة القادمة اللي هو الشهر القادم كامل الدورة القمر يا بتكون سلبية عليك أنت أهم إشي إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك بس هذا اللي أنا بقدر أحكي لك يا خصوصا عن يعني بيتك العاشر أما بالنسبة لبيتك الأول بشحنك بطاقة بعطيك يعني قدرة على إنجاز كثير من الأعمال اليوم نفسيتك وشخصيتك أحسن في عندك هدوء واستقرار بالنسبة للبيت الثاني روتيني ما فيه لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك ما على المال ما راح أقدر أعطيك أي شيء لأنه ما عندي أي شيء لا أقول لك إنه إيجابي بده يجيك فلوس ولا أقول لك إنه مش إيجابي بدك تصرف فلوس على الروتين على حسب وضعك أنت المالي وعلى حسب طبيعة مطالباتك المالية اللي صارت بالفترة الماضية بمشي معك هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث هنا بكثر عندك الاتصالات والتواصل مقنع بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية بتهتم بالأمور اللي إلها علاقة بالنقاشات بالجراءة بالمغامرات بالأشياء كلها هاي إيجابية في من أشخاص رح يهتموا بأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات ونشاط عالي جدا في هاي الأمور في منكم ممكن يصير فيه بينه تعامل بينه بين أخ أو جار أو يكون فيه نوع من أنواع التفقد لمسألة معينة إلها علاقة بالأبناء حثهم على الدراسة أو تفقدهم أو تشجيعهم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ضغط كبير يعني بتحاول أنت تكسر الروتين أو تطلع من البيت أو تغير الجو يعني فيه نوع من أنواع الاختناق على مستوى البيت عشان هيك الأمور مش ماشية مثل ما بدك مضغوط التزامات وواجبات وأشياء ضغطيتك مشاكل على مستوى البيت حدية بالطباع أعمال كثيرة متطلبات كثيرة كلها شاحنة بشكل كبير فعشان هيك حاول أنك أنت تمسك عصابك قدر الإمكان وما تنفعل يعني هو يوم تقريبا وبعدين الأمور إن شاء الله إنها ممكن تتجه للاتجاه الصحيح أو تكون مساعدة لا إلك في منكم ممكن يهتم بعطال المنزلية أو أمور لها علاقة بالصيانات والتصليحات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد يعني اللي بيحبوا اليوم رح يكونوا مبسوطين من برج جدله رح يكون في تواصل ما بينهم اتصالات التفقد رغبة بتواصل مع حبيب معين يطمئن على حاله يحاول إنه يقابله لو من بعيد حتى تواصل اجتماعي ممكن يكون بين وبين الحبيب لأعلى المستويات إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فهذا بضغطك على مستوى العمل عشان هيك على مستوى العمل بتلاقي اليوم في نوع من عنواع الضغوطات يا إما إنه أعمال كثيرة وأنتي مش قادر تنجزها يا إما ملل منك من هاي الأعمال وأنتي مش حابب بتعملها ما تخلي الأعمال تتراكم عندك حاول إنك تنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال هاي وحاول إنك يتراقب وضعك الصحي يعني اللي بشعر بتعب منك أو مرض أو أي شيء العلاقة بالصحة ما يستسلم يحاول إنه يحاول إنه يشوف طبيبه أو يراجع طبيبه ويهتم بوضعه الصحي بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما على مستوى الشراكة عشان هيك بتتعامل مع الشريك بمستوى رتيب أو روتيني يعني إذا أنتوا مبسوطين في حياتك الزوجية اليوم بتكونوا مبسوطين إذا أنتوا من الناس اللي نيكديين اللي بتحبوا المشاكل اليوم بتولعوا في بعض يعني الروتين هو اللي بيغلب على الموضوع تأثيرات فلاكية ما فيه طبيعتكم اليوم اللي بتكون ظاهرة على الساحة أما بالنسبة لبيتك الثامن يعني بدعمك على مستوى الأموال الخارجية اللي ما بتعود لك فممكن اليوم تطلب دعم أو مساعدة أو قرض أو أي شيء له علاقة بال يعني بالأموال اللي ممكن تجيك على شكل ديون هبات مساعدات كلها جيدة حاول أنك تسعى في هذا الباب وفي منك رح يهتم بأمور لها علاقة بأوراق ميراث أو أشياء من هذا القبيل أو أموال ممكن يأخذ من هذا الموضوع وفي منك رح يهتم على أمور قانونية للجمعيات الدعم من مؤسسات حكومية أو جمعيات أو أشياء زي هيك يعني كل الأموال اللي أنت ما بتمتلكها ما بتعود لك اليوم سهل أنك أنت الطالب أشخاص وأنك أنت تحصل على جزء منها كالتزام أما بالنسبة للبيت التاسع روتيني يعني اتصالاتك بالأشخاص الخارج البلاد التفقدية اهتماماتك بواجباتك كدراسة أو امتحانات برضو بتكون روتينية الأشخاص اللي عندهم اهتمامات في الفلسفة والدين ما رح تكون كثير عندهم هالطاقة يعني على على طبيعتهم بتعاملوا في منكم ممكن يهتم بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد لمساء المعينة وفي منكم ممكن أنه يهتم بترجمة أشياء أو اهتمام بلغة معينة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني برضو بكون جيد فعشان هيك اليوم فيه نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن مقابلة ممكن موضوع العلاقة بلقاء أو اتصال أو تفقد أو أشياء من هذا القبيل البيت بتدعمك بشكل إيجابي على كل شيء العلاقة بالأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا نوقف شوي لأنه بيت المتاعب بضغطك بشكل سلبي خصوصا على المستوى الصحي على مستوى اللي هي مفاجآت صحية إرهاق تعب عدم الرغبة بإنجاز الأعمال تلبكات يعني أشياء كلها هاي بتيجي عن طريق بيت المتاعب حاول قدر الإمكان أنك تعمل عكس اللي أنا حكيته ريح حالك قض قصد كافي من الراحة ما تحاول تجهد حالك كثير اعمل الإشياء الضروري وبرضو هذا الضغط بيحذر من نقطة أنه ممكن الشخص يسمع شيء أو عن صحة حد أو حد بهمه يكون بعافية أو في مستشفى برج الحوت طبعا القمر في البيت التاسع يعني اليوم ممكن يصلكم خبر صار من بعيد ممكن تشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اتصال أو مراسلة بتستعيد حماستك بتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر صار خلال هذا النهار يعني هذا يوم جيد جدا بدعمك بقوة بيكون عندك نوع من أنواع الحركة العالية جدا ممكن أنك اليوم تفكر في مشروع أو ورشة أو شيء وتحاول أنك تنطلق باتجاهه هسه يجي واحد يقول لي أنا قاعد في البيت وين المشروع وين الفكرة ممكن أنت تفكر في هاي الأمور وتعمل مراسلات عليها ممكن أنت اللي قاعد في البيت تفكرش في هاي الأمور اللي قاعد بيشتغلوا بطلعوا براهم بفكروا فيها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه جيد على مستوى الشخصية يعني اليوم شخصيتك أحسن مدعوم بثقة بالنفس عالية في عندك قدرة على التواصل عالية جدا ممكن اليوم أنت تنجز كثير من الأشياء بالتواصل في ثقتك بنفسك وشخصيتك أما بالنسبة للبيت الثاني اليوم ممكن تحصل على أشياء العلاقة بالدعم المالي أو مستردات أو نوع من أنواع الدفعات أو أشياء العلاقة بالمساعدات المالية الأشخاص اللي بيشتغلوا على رأس عملهم أو عمل إضافي عندهم اليوم هذولا أكثر الأشخاص اللي ممكن يحصلوا أموال أما بالنسبة للبيت الثالث بدعمك على مستوى النشاط الفكري الاتصالات تواصل لقاءات مراسلات يعني كل الأمور هاي إيجابي أي شيء العلاقة بالتواصل بالتراسل بالمواصلات بالاتصالات هو على أوجه بكل ثقة وبكل قوة فعشان هيك بتحقق إنجازات كثيرة خلال هذا النهار مثلا مع أشخاص تقنع أشخاص بوجهة نظرك طلب تصريح للخروج النشاط بتنقلات إذا أنت برا البيت إذا عندك قدرة على مثلا تشتغل بالتسويق اليوم تقنع أي شخص بهجهة نظرك ممكن تسوق لسلعة أو لك للهو حتى بتبيعه اليوم بس بس ما تستغله تصير نصبين أيوة بعرفكوش يعني بعرفكو بتحبوش النصب يعني أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع اليوم حد شوي على مستوى البيت يعني فيه نوع من أنواع التقلبية على مستوى البيت أعطال ضغط كثير من الأعمال التزامات كثيرة هاي كلها اليوم بترهقك حتى التجمعات حتى العيلة حتى تصرفات الأبناء الأزواج داخل البيت كلها هاي بتضغطك اليوم بسبب تسارع الأحداث أو الطلبات أو الإرهاقات أو ممكن ما يكون عندك نفسية لهذه الأمور ممكن يصير فيه أشياء إيجابية يعني في ساعات ما قبل الظهر وفي ساعات المساء ولكن إنه إجمالا فيه نوع من أنواع الضغط اليوم على مستوى البيت عشان هيك منحذر الستات اللي بيعملوا في المطبخ ديروا بالكم من عصبيوتكم وانت بتقطعوا بالسكينة بهيك بأي إشي تروح لأنت جرحى حالك أو حتى إصبعك على إشي سخن يعني ديروا بالك من الإصابات أثناء العمل المنزلي أما بالنسبة للبيت الخامس فهونا العاطفي بضغطه برضو بشكل سلبي فعشان هيك فيه نوع من أنواع الضغط بالتعامل مع الحبيب مش الأزواج إحنا بنحكي على الحبيب أيوه حتى لو متجوزين ديروا بالكم عجزانكم يكونوا اليوم مضغطين ومعصبين ويجوا يتفششوا عندكم فعشان هيك اليوم الأمور حدي جدا على المستوى العاطفي عند الحوت إما خبر أو تصرف أو مثلا مشكلة لها فترة قائمة وما زالت مستمرة فعشان هيك البيت الخامس إجمالا في نوع من أنواع الحذر خلال هذا اليوم بالتعامل ما لازم تحتد كثير وما لازم تعصب كثير بس إذا جوزك خانك ولعي فيه أما بالنسبة للبيت السادس يعني برضو على مستوى العمل في إرباكات مش قادر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك أو ما عندك رغبة بإنجاز كثير من الأعمال في منك وممكن يحس ببعض التوعوكات الصحية أو بعض الأشياء الصحية العابرة يحاول أنه يشحن حاله بطاقة إيجابية ويحاول أنه يأخذ علاجه ويهتم بصحته بدون وساوس ما يخلي الوسواس يسيطر عليه أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي يعني بمعنى آخر المتجوزين كويسين يعني وضع كويس عندهم ممكن يعملوا مصالحة لأن كانوا متخاصمين في الفترة الماضية ممكن التلاقي جمع تجمع ما بينهم بشكل إيجابي يتفقوا على وجهة نظر معينة يوعدوا أعطي كوري منسية يوعدوا يحضروا فيلم مع بعض مسلسل لا هيك أنا كذاب يعني مش رح تصل لهذه الأمور بس إنه في تقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن يعني على مستوى الوضع المالي ممكن طلب المساعدات أو الدعم المالي من أشخاص أو من أموال ما بتعود لكم يعني مساعدي دعم قروض ديون سلفي أشياء من هذا القبيل اليوم إيجابي بدعمكم بقوة في هذا الموضوع عشان بتقدروا تتحركوا بهذا الاتجاه اليوم إذا لكم رغبة في الديون أو القروض اليوم في قوة في هذا الموضوع أو بهذا الجانب انكم تطالبوا فيه اللي في الأيام القادمة تحصلوا على شيء في منكم ممكن يجد أشياء ضائعة منه أشياء كانت ضائعة ويلقيها اليوم ممكن أشياء تهتم بالديون كانت معدومة اليوم تحصلها يعني فيه متوقع هذا الشيء أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعزز عندك قدرتك على الاتصالات الخارجية التواصل مع أشخاص خارج البلاد الاهتمام بأوراق أو معاملات إلها علاقة بالسفر أشخاص بتهتم بالدراسة بتهتم بالامتحانات برضو جيدة اللي بيهتموا بالأوراق القانونية لجلسات أو لمحاكم برضو جيدة بتدعمهم دراسة لغة جديدة برضو ممتازة الخوض في نقاشات العلاقة بالفلسفة والدين والسياسة برضو جيدة يعني أي أمور إلها علاقة بالبيت التاسع اليوم جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهنا نقول لك دير بالك اليوم من أي شيء ممكن يشوه سمعتك لا مغامرات لا مخالفة قوانين لا أشياء مشبوهة يعني حاول تكون متزن خلال اليومين القادمات لأنه الضغط كبير على بيت السمعة حاول تحافظ على حالك بدون أي تشويه لسمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 يعني في حدية بالتعامل مع الأصدقاء يعني غريبة يعني مع الحبيبة في حدية مع الأصدقاء في حدية بيت المتاعب حدية وبيت السمعة حدية والله ما أنا عارف شو تكونوا يعملوا أنتو هاليوم والله جد يعني إشي بحير عشان إذا تعاملتم مع أصدقاء اليوم ممكن تجد صديق بيعني شوي ممكن أنه يستفزك أو يتدخل في شؤون ما بتعنيه فأنت تروح تعصب يعني بدك تدير بالك من كل الأمور هاي ما تحاول تكبر الفجو ما بينك وبين الأصدقاء أكبر من من الحجم المراد لها يعني خلي فيه نوع من أنواع السيطرة بدون أنك أنت تنفجر بعصبية أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني هو إجمالا مش سلبي كثير ولكن أنه يعني شوي على الحب فيه هيك على الخط الأخير عشان هيك اليوم مثلا بتفكر أنه مثلا تنجز الأعمال الضرورية بتحاول تأخذ قصد كافة من الراحة بتحاول تريح حالك بتحاول ما تدخلش بجدالات ونقاشات يعني فيه نوع من أنواع ترتيب المهام خلال هذا اليوم ولكن السلبي فيه أنه ممكن اليوم يجيك خبر يزعجك أو تسمع خبر عن شخص دخل المستشفى أو عن مريض وحاول أنت تطلع من الوسوس ماتت وسوس نهائيا لأنه رح يضغطك بشكل سلبي الوسوس بالفترة هاي هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله وارضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر